دعونا نتحدث في حضرة عدد كبير من المفكرين السياسيين ولكن المنطقة وظروف العالم وكل عصر يختلف اسلوب إدارته واسلوب التعامل معه تبقى لمعطياته ما زال لدي بعض الأجيال ونحن أعتقد أننا من هذه الأجيال فكرة الريادة وحلم الريادة وأعتقد المعطيات التي في العالم النهاردة لم تتحدث عن هذا الشكل هي بقت بتتكلم بفكر زي ما بعض حضراتكم تقالوا التحالفات والاشتراكات والشراكات والمصالح اللي خاصة بالدول وإزاي إنها تتعامل مع بعضها البعض بل على العكس يعني يمكن كانت مشكلتنا لفترة ما إن كان هناك تواصلنا إلى مرحلة العالم اللي هو القطب الواحد اللي بيحصل دلوقتي ويمكن حضراتكم أساتذتنا يصححونا هم فعلا إعادة تشكيل لموازين القوة وتغيير شكل العالم بالكامل زي اللي حصل في بدايات القرن العشرين بالزبط يعني الخريطة كلها سقوط إمبراطوريات بالشكل التقليدي اللي حصل في بداية القرن العشرين إمبراطوريات الكبيرة اللي كانت موجودة الإنجليزية الفرنسية العثمانية وبتبدأ قوة جديدة بتختلف شكل التأثير والموضوع ما بقاش بالاحتلال العسكري بل بقى بنفوز بأفكار كثيرة جدا أخرى منطقتنا ابتدى التغيير الحقيقي يحدث فيها منذ تغيير النظام الحكم في إيران في أواخر السبعينات وأذكر حضراتكم بهذا الموضوع بعد كده الحرب العراقية الإيرانية حرب الخليج غزو العراق ثم مرورا بكل الثورات اللي أطلق عليها الربيع العربي في 2011 كل ده كان هدفه في النهاية مهما كانت النواية ومهما كانت الأفكار كان تغيير شكل المنطقة بالكامل وتغيير موازين القوة بالكامل وأعتقد بصورة أو بأخرى يجب أن نعترف أن المحصلة في هذه المرحلة هو تحقيق ما كان هناك تخطيط لي من البداية في وصول هذه المنطقة إلى مرحلة من الضعف والتفكك بحيث يبقى هناك أجندات أخرى ممكن أنها تحاول أن تفرد أفكار وأطرحات أخرى على هذه المنطقة وبالتالي يمكن أنا باتفق مع كل اللي بعد تقالوا أن يعني عشان مصر النهاردة الدولة الوحيدة الحمد لله حتى هذه اللحظة استطاعت طبعا بتوفيق من ربنا وفي نفس الوقت بنوع من الحكمة والرجد في اتخاذ القرارات أننا لا ننزلق إلى هذه المعتركات ولا نكرر بعض الأخطاء اللي حصلت في اندفعنا في بعض المغامرات اللي كلفت الدولة الحقيقة كثيرا جدا 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 في مراحل سابقة ويعني بدون يعني أعطاء أمثلة وبالتالي النهاردة وأنا يمكن عايز أأكد على هذا الموضوع بناء الدولة القوية وزي ما مع أخي زميلي معاني وزير الخارجاء قال بتأكيد بيظل دور مصر المحوري مهم جدا على الخارج ولكن الأهم النهاردة أن يبنى الداخل ويبنى الداخل حقيقة بكل شيء الدولة المصرية كانت بتعاني من مشاكل وتحديات كبيرة جدا 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 على مدار عقود منذ أحدد بوضوح شديد منذ حرب 67 بسبب تدعيات كثيرة جدا أثرت على الدولة المصرية وأدت إلى مشاكل وتحديات مترقمة حتى هذه اللحظة إحنا ما زلنا بنتعامل مع أثرها ونعليج فيها ولكن النهاردة بقى التحدي الأكبر أنك محتاج تبني دولة ومعاها الدولة هنا بكل مقاوماتها مقاومات المكان والبنية الأساسية والإنسان وده شيء مهم جدا 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 لكن عشان أقدر أن أنا أبني دولة وحرق الاقتصاد وادفع عجلة اقتصاد وكلام ده كله كيف كان أن أنا أقدر أعمل هذا الكلام وأنا لا عندي الطاقة الكافية ولا عندي الميا الكافية ولا عندي البنية الأساسية الكافية ولا عندي الطرق ولا المحاور ولا الأماكن المنمى اللي ممكن أن أنا أتكلم على جذب استثمار وأن أنا أعمل فيها منشآت وأعمل فيها تنمية في دولة حضراتكم عارفين بعض يختلف أو بعض يتطفق واحد من التحديات الكبرى فيها الزيادة السكانية المستمرة اللي مضى على مدار عقود كبيرة جدا واللي النهاردة كانت بتزبق قدرات الدولة أو تخطيط الدولة في عملية التنمية عشان استوعبها بطريقة مخططة فأفرزت وضع بقينا بنتعامل معا أن في تنمية غير مخططة بقتها لتمثل الشكل الأغلب في المدن والقرى بتاعتنا والنهاردة أنا مطالب أن أنا أصلحها وفي نفس الوقت ما أكررش نفس الغلطة أن أنا أسيب الزيادة السكانية تحل المشكلة بمعرفتها وبالتالي حتخلق لي تاني كيانات غير مخططة وبؤر حتنفاجر فينا بعد كده وبالتالي لازم أن أنا أكون بشتغل على الاتنين أصلح القديم وفي نفس الوقت أخطط وبني للجديد لأن اللي تعلمنا من التجربة إذا ما سبقتش الناس بتزبق والناس بتزبق من غير تخطيط وده عذرها هو في الآخر عايز سكن عايز ما كان يعيش فيه عايز فرصة عمل وبالتالي مش هيقدر أن هو يستناني أعبال ما أنا أبدأ أركز فقط على نقطة أو اتنين أو تلاتة مشكلتنا أن التراكم التحديات والمشاكل في الظروف اللي احنا كنا فيها فرضت على الدولة أنها تحاول تجري في كل الملفات في وقت واحد عشان تعود تأخر وتراكم لعقود وفي فترة زمنية بسيطة ويريد ده في ظل ظروف مستقرة يعني يريد الظروف الخارجية اللي معانا بتساعدنا على هذا الكلام لا إحنا كمان بنواجه تحديات هائلة في الخارج بتفرض علينا كمان أعباء وتحديات إضافية أنا بس بدي المقدمة دي عشان نبقى كلنا عارفين لأن أرد على النقاط اللي بتتقال أنتوا ركزتوا على البنية الأساسية وما ركزتوش على الإنسان وعلى التعليم لا يعني أنا عايز أقول إحنا اشتغلنا على البنية الأساسية لأن دي كانت فعلا كنا وصلنا لمرحلة أنا أسف أقولها من التظاهر والتراهل في البنية الأساسية ما كانش ينفع أن الدولة تتحمل أكتر من كده ومشكلتنا وأركوا وحضراتكم تبعوا عارفين كويس قوي كان البني آدم عشان يتحرك جوا قاهرة بيبقى عارف كويس قوي مدى المعاناة في كل مشوار ممكن ياخدو الكلام ده ليه تمن لما أننا يعني الكلام ده ليه تمن ليه أن احنا النهاردة بنتحرك أسباب التخطيط ورود على الدكتور أسامة أحد الحاجات الأساسية في تخطيط ونمو وتقدم الدول المتقدمة الاعتماد على وسائل المواصلات العامة وصديقة البيئة وليس الاعتماد على السيارات الخاصة مشكلتنا في مصر أننا كنا متأخرين قوي 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 كان كل اللي عندنا خط واحد واثنين لمتر الأنفاء كان عندنا زمان حياة اسمها كلنا شاهدنا وإحنا في طفولتنا كان فيه الترام وكان يتحرك أبو سنجا وكان عندنا أوتوبيسات كل ده ترهل وانتهى مع مدينة بدأت باثنين تلاتة مليون النهاردة فوق الاثنين وعشرين مليون فبالتالي عشان تقدر تتحرك جوه هذه المدينة غير موضوع الطرق كان لازم تخلق وسائل نقل جماعي كبيرة لازم يبقى عندك أربع وخمس وست خطوط متر وأنفاء لازم يبقى عندك قطارات مكهربة لازم يبقى عندك مونوريل واثنين وثلاثة والكلام ده مش إحنا اللي كنا حطينه المخططين حطينه من عشرين وثلاثين واربعين سنة وبيقول الكلام ده لازم يتعامل في الدولة المصرية وبالتالي كل ما بنتأخر كل ما المشكلة بتتفاقم أكتر فكان لازم نتحرك في هذه الملفات عشان هي دي اللي بتفتح شرايين التنمية في البلد بلد طول حياتها قاعدة على 4 و5 في المية من مساحاتها لإني مش فاتح شرايين ليه الناس ستتحرك فيها النهاردة أنا بقولها لحضراتكم إحنا فوق الـ 12 في المية نسبة المعمور في مصر يعني أنا أتذكر معنش عشان كلنا التخطيط كان حلم الدكتور كمال الجنزوري اللي يرحموا في المخطط لما عملوا في أول ما تولى وزارة التخطيط وحط إن مصر تبقى على نسبة معمور من 15 إلى 20 في المية طب إحنا النهاردة لما حكمل الشغل اللي بيحصل جوة البلد دي حتجاوز الـ 15 في المية طب ما هو ده اللي إحنا كلنا كنا بنتعلمه في التخطيط ودرسناه ما هو الكلام ده هو حبيت عمل ببلاش لا ده محتاج إنفاق مئات المليارات من الجناهات عشان أعمل الكلام ده عشان أعملها المين للـ 110 مليون بني آدم اللي محتاجين النهاردة أبقى بخلق لهم أماكن لإن البديل لو ما خلقتش هذا الكلام حيفضل التكدس وتآكل الأراضي الزراعية اللي حضركم كلنا شفنا هذه الظاهرة بتحصل في مصر بحجم قد إيه يعني أنا بس بدي هذه المقدمة مش معناها إن إحنا ما اشتغلناش على التعليم الصح لا اشتغلنا على التعليم الصح ولكن هي المشكلة مشكلة كبيرة جداً وأرجو عشان برضو يعني أنا تعلمت في مدارس حكومة كلها ودخلت جامعة القاهرة وتخرجت من جامعة القاهرة وخدنا كلنا منح للخارج وكان كلنا بيتم الإشادة بمستوى التعليم اللي موجود في مصر طب أنا عايز أقول لحضراتكم عشان برضو بعيداً عن المبالغة وجلد الزاد ما زال الخريج من جامعة القاهرة وجامعة عين شمس ومن الجامعات الكبيرة مطلوب في كل حتة بما فيها الدول المتقدمة الطبيب الماصري النهاردة الولاد قبل ما بيتخرجوا بيبقى جايلهم عروض من دول متقدمة عشان تاخدهم المهندس الماصري المتخصص علومه ويمكن حسيب الدكتور أحمد الكلام ده في علم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حضراتكم بصوا النهاردة على تركيب مين اللي ماسك هذا القطاع في كل الدول المحيطة هتعرفوا مين اللي ماسك هذا القطاع هم المصريين فالموضوع مش يعني محتاجين نطور بتأكيد محتاجين نطور التعليم اللي هو ما قبل الجامعي بالتأكيد عندنا تحدي كبير جداً ولكن هو مشكلتنا فيه مش مشكلة فقط أننا أركز على بنامدارس المدرسة أنا بس عشان حضراتكم أن نكون عارفين المدرسة النهاردة لما بحسبها بحسبها بتكلفة الفصل اللي هو محمل عليه كل المنافع الأخرى في المدرسة تكلفة الفصل النهاردة وصلت لمليون جنيه عشان نبني مدرسة النهاردة فيها عدد معين من الفصول اضرب عدد الفصول في رقم مليون جنيه أو أكتر كمان دلوقتي وتعرف دلوقتي قيمة المدرسة بس دا ما ليوش علاقة ياريد دا فقط المنشئ لكن أنا الأهم معاه المعلم أنا محتاج كم معلم عشان يبقوا موجودين النهاردة في حجم النهاردة تحدي رهيب جداً من زيادة عدد سكان والتحرك في النهاردة إن أنا عندي بقيت كسفات لإنتيجا لإننا تأخرنا كتير قوي في إنشاء المنشئات التعليمية الكافية اللي كانت تتواكب مع تصارع زيادة سكانية وكمان أهل ودرب المعلمين في هذا الموضوع فالقضية دي القضية الدولة بتتحرك فيها ولكن أرجو إن إحنا لازم كلنا نبقوا عين وحضركم أكتر مني وعين التحول وإنشاء دولة حقيقية متقدمة ما بيحصدش في 4 و 5 و 10 سنين كل التجارب اللي إحنا تعلمناها التجارب اللي بتقال عليها النمور الأسيوية كوريا، ماليزيا، اليابان، كلام ده أقل متجربة منهم نتيجة العدد السكان بتاحها البسيط زي سنغافورة أخدت فوق العشرين سنة عشان تتحول من دولة يعني متأخرة إلى دولة على مستوى كويس والسنغافورة دي خمسة مليون بنيئة ماليزيا أخدت فوق العشرين سنة كوريا أخدت تلاتين سنة الصين التجربة العظيمة اللي إحنا كلنا النهاردة بنتكلم فيها فوق السبعين سنة فالتجربة بتاعت مصر محتاجة تاخد وقتها وفرصتها إنها عشان تقدر تبني وتصل إلى اللي كل مصري النهاردة بيطمح ويحلم فيه الدولة عندها الرؤية وعندها التوجه وعندها الإرادة إنها تنفذ هذا كلام طيب هل عشان ما نظلمش الصادقين هل ما كانتش هذي الأفكار موجودة لا الأفكار كانت موجودة وكنا بنقاشها قبل 2011 والدكتور علي عارفة والدكتور محمد كمال عارف والدكتور حسام البدراوي عارف وإحنا كلنا والدكتور مصطفى كان فيه أفكار كثيرة ولكن هل كان هناك قدرة على تنفيذ هذي الأفكار؟ هل تنفذت على الأرض؟ هيا دي كان التحدي الكبير اللي كان موجود هناك أفكار كثيرة القيادة السياسية النهاردة اللي موجودة سيادة الرئيس السيسي ما قالش أنا حرمي كل اللي اتعامل ده وهعمل أنا أفكار من جديدة وانفذها هو كل اللي عمله أنه خد الشغل اللي كان موجود قبل كده اللي بناه خبرات وعقول وقال حنزل ننفذه هو ده اللي بيتعامل طيب ممكن يكون هناك بعض نقدر نقول عليها الحيود في أثناء التنفيذ دوارد دي تجربة بشرية وطبيعي ما فيش حد حينفذ حاجة بنسبة 100% لازم أي تجربة هيحصل لو طالما قلت أنها وصلت لسبعين في المية خمسة وسبعين في المية ده أعتقد نقدر نقول عليها تجربة إيجابية ونبني على هذا الكلام ونحاول نحل السلبيات أو إذا كان موجودة نحلها إزاي ونتعامل معها إزاي في ظروف كلنا عارفين ما فيش تجربة نقدر نقول عليها بتصل إيجابية في المية فاللي بنعمله النهاردة كدولة مصرية إن بنتحرك نحو تنفيذ كل الخطط والرؤى اللي كانت موضوعة من قبل كده لإنما كانش عندنا رفاهية إننا أرجع تاني أبدأ أخطط من أول وجديد ودي كانت دايما مشكلة مصر وأنا قسف أقولها دايما ودي يعني إحنا بنخد على بعض الدعابة كان بيتقال من أيام الفراعنة أو أيام الملوك كل واحد ييجي يقول لك أنا أروح يروح مسح اللي كان اسم اللي كان مكتوب على المعبد أو على بتاعه ويحط اسمه هو عشان يقول إن أنا اللي بعمل وأنا حبدأ من أول وجديد إحنا كل اللي بنعمله دولاتي بنحاول بالعكس إحنا بنقول كان فيه هناك خطط ومحاولات كانت جيدة جدا في الأول نبني عليها مشروع زي شرق برسعيد مش كان موجود شرق التفريعة وكان موجود قبل كده مشروع توشكة ما هو كان موجود قبل كده ولكن الدولة ما قدرتش إنها تكمل التجربة دايما كانت المشكلة نبدأ وبعدين نتوقف ونتراجع ونقول لا ده كان فكرة مش مظبوطة بينما لو لدينا الإصرار على الاستمرار في تنفيذ كل الأفكار اللي كانت موجودة للعماء موجودين هو ده اللي بيحقق النجاح لأي دولة الاستمرار على تنفيذ نفس النهج مش معنى كده إن النهج ده ممكن ما يبقاش فيه أخطاء بالعكس حيبقى ممكن يبقى فيه أخطاء بس نصححها واحنا ماشيين الدول التانية عملت كده بالزبط الصين استمرت لما بتدت تقرر إنها تغير التجربة بتاعتها من أواخر السبعينات وتتاجه للتحول الموضوع هو اللي وصل الصين النهاردة اللي هي فيه بعد كم سنة بعد فوق الخمسين سنة من تجربة فده اللي أنا بأكد عليه إحنا كدولة النهاردة بنحاول نشتغل بهذا الشكل لكن التحدي الأكبر إن الظروف اللي كانت جايز موجودة يعني أنا حقولها كده من السبعينات والثمانينات والتسعينات إن جايز كان هناك فيه فرصة إن كان فيه استقرار شوية حتى في المحيط اللي حوالينا ما بقتش موجودة النهاردة النهاردة بقت التحديات أكبر وأعظم والضغط علينا وعلى المنطقة واضح تماماً وعلى العالم كله فبالتالي أنت بتشتغل النهاردة في أكثر من تحدي بناء الداخل عشان تبقى قوة لها تأثير وتقدر إنك أنت تحقق مصالحك في دولة طول وأنا بأكد عليها اليقين المصري إن إحنا لا نريد أن يكون لنا أحلام ولا توسعات على حساب دول أخرى بالعكس تماماً إحنا عايزين دولتنا تتقدم والدول اللي حوالينا إنها كمان هي كمان تتقدم دي عقيدة موجودة أعتقد في مصر ولم تتغير لعقود في الفترة الأخيرة لكن هي زي ما بقول لحضراتكم هذا هو التحدي الأكبر كيف تبني دولة وتتحرك وتصر على النهجة تاعك وفي نفس الوقت حجم تحديات وعدم يقين رهيب بيحصل على مدار الفترة السابقة الدولة إحنا كنا قبل جائحة كورونا كنا وصلين لمستويات نمو خمسة وستة في المية ويعني ومشيين بطريقة معينة حسبت زي ما بنقول الصدمات الخارجية المتعقبة اللي وراء بعضها قدت إلى مشاكل كبيرة جداً اللي إحنا النهاردة بنحاول نتعامل معها ونصححها ونغير ونتعامل معها وبنشتغل عليها بقوة كدولة في هذا الشأن أنا عايز بس أأكد لحضراتكم في موضوع ملف سد النهضة وهذا الموضوع زي ما معالي وزير الخارجية إله معطيات والظروف اللي أعلن فيها هذا المشروع وحضراتكم أذكر حضراتكم وأعلن بصراحة في 2011 خرجوا وأعلنوا في إبريل 2011 التنفيذ المشروع في وقت كانت الظروف اللي موجودة في مصر حضراتكم أعلن بيها بالكامل وبدأوا الخطوات التنفيذية والشغل والكلام ده على الأرض وبالتالي إحنا النهاردة كدولة لإننا حرسين كدولة على معطيات الإقليم وعلى القارة وعلى علاقتنا مع كل دول اللي معنا إحنا كنا بنتعامل مع كيفية الوصول إلى تعامل مع هذا المشروع وإن إحنا إحنا مش ضد التنمية ودايما بنقولها مش ضد التنمية ولكن إحنا ضد أي شيء يؤثر بالسلب على مصر